الكلام الدنيا وفي المسجد أثناء القيام قبيح قبيح منه مكروح و مما لا ينبغي هذه فرصة إخواني فرصة وجودك في بيت الله في هذه الساعات المباركة في هذا الشهر المبارك في هذه الأيام المباركة استغلها و اطلب من الله مرادك انت لما تكون قاعد يملك يطيك كل حاجاتك ما رح تخطر ببالك سالفة إذا ما تقول لهيها إذا عندك سالفة و يا صديقك اللي رايح و ياك على الملك تأجلها تقول وراء ما نطلع عن سؤالي قابل طايرة الدنيا هسا احنا الملك فرصة خلنقعد خلنطلب مننا الشغلات اللي نحتاجها كذلك أنت عند ملك الملوك و في ساعة قرب و في أيام مباركة فكلامك مع صاحبك بالأمر الدنيوي انت باتش رح تطلعون ثاني يوم بالنهار تشوفون سؤلفوه لا تجعلها كذلك في بيت الخالق سبحانه وتعالى زيان قبيح إذا كان فيها غيبة بلا شك معصية و حرام و من الكبائر أما كلام دنيوي عادي لا نقول عنه حرام لكن مكروه و قبيح